في البداية كيف تتوقع أن يدير ميكالي مباراة اليوم؟ هو بس هو التوقع في الكرة صعب خلينا برضو يعني نتكلم في السوق ننوقع رؤيتك رؤيتي إن شاء الله أنا متفعل طبعا يعني إحنا نبرح طبعا كنا كلنا حبين أو كنا يعني مستنين المنتخب المصر لكرة اليد يوصل لأبعد مرحلة لكن خوفونا كده ويعني والأسف الشديد يعني السيناريو بإذن الله نتعاوض منتخب كرة القدم لكن في الأخير أنا شاهد في المنتخب مصر نهارده إن شاء الله أهم من الأمور الفنية الدافع والعزيمة والإسرار وده اللي إحنا ساد في الفترة اللي فاتت خصوصا الماتش أمام المنتخب الأسباني في الدوري المجموعات وحتى في الماتش اللي فات أمام المنتخب الفرنسي الأمور الفنية ممكن تبقى تضغط أحيانا شوال المنتخب المغربي لكن أنا واثق في لعبتنا واثق في رجيمي كالي بإذن الله إن نطلع بنتيجة إيجابية ونحقق أول مرة في تاريخنا إن شاء الله في لعبة جمعية ناخد البرونس بإذن الله إن شاء الله طيب إيه تاريخ مواجهتنا مع منتخب المغرب قبل كده بصي في البطولات اللي يعني على أولمبياد يمكن إحنا أول مرة لعبها في الكوري يعني يمكن دي تالت مرة طبعا زي السادة المشاهدين معارفين نصعد لسيم الفاينل لكن طبعا كان في العشرينات وفي الستينات فأكيد إحنا ما حضرناش البطولة لكن في الأول في الآخر كانت المنتخبات كانت ساعتها قليلة يعني ما كانش فيه حتة التصفيات ثم بعد كده بتلعب المجموعات والآخر وكان حتى المشاركة بالمنتخبات الأولى من أول التساعنات ابتدت النظام يتغير يبدأ أن أنت تشارك بالمنتخب الشباب ده طبعا بقى اختيار عناصر فوق السن كلنا عارفين أن المنتخب الأولمبي يعتبر لحد ما أنا موجد نظري كان منتخب مظلوم شوية في فترة الإعدال يعني يمكن حتى كنا نحاول وفر له مطشاط لحد ما ما تنسبش الكوالة الموجودة لكن دايما كنا نحن عندنا ساقة كبيرة جدا في لعبتنا وفي رجيمي كالي رجيمي كالي هو أكتر شيء مكسب إيجابي للمنتخب والمنظومة بصفة عامة لكن أنا يعني لو نرجع لسياق المباراة يعني تكلم على المدير الفني الحالي طرق السكتوي المدير الفني منظم محنك حتى تحس يعني ما فيش فرق ما بين المنتخب الأولمبي والمنتخب الأولاني كان حد معنا برضو بعض الحالات كنت أستشهد بها أن دايما نفس النظام الدفاعي للمنتخب المغربي هو هو اللي كنا بنشوفه في كاس العالم اللي فاتت وحتى نفس الطريقة ونفس الأسلوب اللعب هو بتحس صورة مصغرة من المنتخب المغربي اللي في كاس العالم اللي شاهدناه في المنتخب في أفريقيا اللي فاتت طبعا مع قدير فاني عصام للشرع واللي تغير أحيانا أو لحد ما بطريقة إيجابية أقوى شوية عن ما كان في بطولة أفريقيا منتخب منظم جدا منتخب عنده عناصر مميزة جدا بيدوم بستة أو سبعة أو طبعا عناصر كمان من المنتخب الأول هو الفيرس تيم يعني فبتتكلم حتى الثلاث لعيبة اللي موجودين سواء حارس المرمى منير المحمودي أو حتى سفين رحيمي أو حتى أشرف حكيمي الثلاث لعيبة عنهم تأثير إيجابي جدا يعني الاثنين اللعيبة سواء أشرف حكيمي أو حتى سفين رحيمي من الشاركين بتكيف سبعة أو تمن أهداف للمنتخب المغربي فده مدى التأثير الإيجابي اللي موجود لكن في الأول في الآخر أنا أسك في لعبتنا على الرغم يمكن لحد ما كوالة اللعيبة على المستوى لجودة الأفراد رايح لحد المنتخب المغربي لكن الجامعية بتاعتنا أنا إن شاء الله أسك فيها بإذن الله إن احنا نطلع وناخد برونز بإذن الله إن شاء الله